في عام 1781 ميلادية أصدر الفلسوف إيمانويل كانت كتابه نقد العقل الخالص في هذا الكتاب أثبت استحالت أن يستطيع أي إنسان إثبات وجود الله وأيضا استحالت نفي هذه وجود الإلهية هذا الكتاب كان وما زال يعتبر من أهم وأكثر الكتب الفلسفية في الفكر الفلسفي الغربي مع هذا فأن هذا الكتاب الذي تجاوزت عدد صفحاته لـ 800 صفحة بالنسخة المالية الأصلية والمكتوب بأسلوب معقد إلى حد ما تم تجاهله إلى حد كبير عند نشره للمرة الأولى عبر كانت في هذا الكتاب عن أن العقل الإنساني غير مؤهل للتعاطي مع فكرة الله والسبب هو أن العقل له حدود لا يستطيع تجاوزها حتى لو شاء ذلك وأوضح قائلا بأن هناك 12 مقولة أو كاتيغوري هي التي تحكم كل شيء يقوم به الإنسان أو يفكر به من بين هذه المقولات الأساسية مقولتها الزمان والمكان وأيضا السببية وعليه فهو يقول بأن الإنسان لا يستطيع الشعور أو التعامل مع أي شيء غير داخل في نطاق الزمان والمكان أي يجب أن يكون هناك تزمن وأكتمكن لكي يستطيع الإنسان أن يشعر بوجود الشيء هذا الأمر لا يقبل الجدل والدليل كيف فصله كانت بين الحواس وبين المقولات واحدة من أهم ميزات هذه المقولات أنها لا تتأثر بالحواس الإنسانية مثل النظر والسمع والشم والحس وما إلى ذلك هذه لا علاقة لها يقول أن هذه المقولات هي التي تشكل العمود الفقري أو المناهج التي يفكر بها أو يشتغل بها العقل الإنساني ويضرب مثالا على أننا عندما نغمض أعيوننا لا نستطيع أن نلغي المكان من ذهننا ويعتبر هذا الدليل على أن المكان هو جزء أساسي المكونات الدماغ البشري ويولد الإنسان بالفطرة لديه مقولة المكان والزمان وكذلك السبب وأيضا تسعة مقولات أخرى قبل كانت غالبا ما نظر الفلاسفة إلى العالم للحصول على أدلة لوجود الإله ولكنهم في بعض الأحيان نظروا في الباطن أي إلى مفهوم أو فكرة الإله نفسه داخل عقولهم مثلا يجادل أنسلم الفلسوف في القرن الثالث عشر الميلادي بهذه الطريقة كما يفعل ديكارت أيضا الأخير أي ديكارت يأخذ فكرة الإله على أنه الكينونة الكاملة الأسمى مجادلا بأنه وبحكم تعريف هذه الكينونة على أنها تملك كل الكمال يجب بالتالي أن تكون موجودة وبما أن الوجود كمال بالتالي فإن الإله موجود بالتعريف ومن المؤكد هي حجة لفرض ذلك ولكن كانت يعتقد أن هذه حجة خاطئة وعلى جميع المستويات فهو يرى بأن هذه الفكرة أو فكرة إنكار وجود الإله سوف تؤدي إلى تناقضها الأخرى فإذا كان بالتعريف أن هذه الكينونة تملك كل الكمال ومن ثم تنكر وجوده هو مثل القول أن الكينونة التي تملك كل الكمال تفتقر إلى أحد أنواع الكمال ويضرب مثلا بالمثلث فهذا يقول بأنه مجرد تناقض تام كإنكار أن المثلث له ثلاث زوايا والذي سيؤدي إلى القول أن شكلا ذا ثلاث زوايا لا يملك ثلاث زوايا وبما أن التناقضات دائما مستحيلة فإن من المستحيل للإله أن لا يكون موجودا كما المثلث لا يمكن إلا أن يكون له ثلاث زوايا وهذا يعني أن الإله يجب أن يكون موجودا تماما كما يجب أن يكون للمثلث ثلاث زوايا طبعا يمضي كانت في تحليل فكرة أو برهان ديكارت على وجود إله ويمضي في تفسير معقد للموضوع ولكن في النهاية يقول إذا كان ديكارت محط بالنهاية بأن الإله يعرف على أنه الكينونة ذات الكمال الكامل إذا كان مثل هذا الشيء موجودا فيجب أن يمتلك جميع خصائص هي تعريفية هذه حجة كائن تقول إذا هذا موجود الكائن الكامل فبالتالي لا بد أن يمتلك جميع خصائص تعريفية أي يعني أنه يملك هذا كمال فعلا لكن الوجود هنا ضربة كائنة القوية ليس خاصية وبالتالي ليس كمالا وهكذا لا يمكن القول بحكم التعريف أن الإله يمتلكه كما رأينا رفض كانت حجج أنسلم وديكارت عن وجود الإله لكن ذلك لا يعني أنه يجب علينا أن نرفض فكرة التوحيد نفسها فيواصل بعد ذلك تقديم حجته الأصلية لكي يحقق هذه الغاية فهو يبدو واضحا بالنسبة إليه أنه يجب على العملاء الأخلاقيين أن يعززوا فكرة أو مسألة تحقيق الخير الأعلى لأنه من المؤكد أننا لن نتصرف بصوابية إذا سعينا لتحقيق أقل من الخير الأعلى ولكن هنا لا يمكن للمرء أن يقول أنه يجب على أحدهم أن يقوم بفعل ما ما لم يكن ذلك الفعل في الحقيقة ممكنا بالنسبة له أو لها كمثال لن نقول لك أنك ملزم أخلاقيا بإنهاء الجوع في العالم لأن ذلك غير ممكن حتى عن بعد بالنسبة لك وفي معظم الأحوال قد نقول أنك ملزم بأن تقوم بخطوات صغيرة في ذلك الاتجاه كأن تمنح شيئا ما للمؤسسات الخيرية وإذا كان علينا أن نعزز تحقيق الخير الأعلى وفي حال كانت يجب تشمل يمكن وحسب تعبير كانت أتبع ذلك أنه يجب أن يكون ممكن بالنسبة لنا تعزيز تحقيق الخير الأعلى سوى أن الخير الأعلى له مكونا الأول هو الفضيلة الأخلاقية وهذا بمقدورنا تماما والثاني هو أن العالم في الواقع لن يظهر الخير لعلى ما لم يكن عملاءه الأخلاقيون السعداء أيضا وطبعا السعداء بالتناسب دقيق مع فضائلهم هنا من المؤكد أنه ليس من السعادة أن نتصرف بشكل أخلاقي فالأخلاق هي مسألة القيام بما هو صحيح من أجل الأخلاق نفسها وهذه فكرة أساسية لدى إيمانويل كانت وليس من أجل تعزيز سعادتنا هو يفرق أن الأخلاق لا نمارسها أخلاق لكي ننفذ إرادة إلهية أو إرادة حكومية أو إرادة سلطوية إنما الأخلاق تنبع من يسميها أخلاق الواجب وهذا راح نخصص لها بحث آخر لأن موضوعنا هو الآن عن الله فقط وعليه يقول لكن تخيل عالما حيث يعاني الناس الفاضلون بشكل فادح ويزدهر الناس الأشرار يعني الناس الأخيار يعانون دائما أما الأشرار مستشرسين ومسيطرين على كل شيء من الواضح في عالم كهذا أن شيئا ما لا بد أن يكون خاطئا أيضا من الواضح كما يبدو للمظلومين أن الخير الأعلى بالنسبة للعالم سيكون أمرا يتناسب مع سعادة المرء مع فضيلته هنا نواجه مشكلة أخرى بأن المسألة ليست اجتماعية وتتعلق في علاقاتنا فيما بيننا هناك أمور لا نستطيع التحكم بها بشكل مباشر في معظم ما يجري في الكون أو في الوجود أو العالم كمثال نحن لا نملك السلطة على قوانين الطبيعة وبالتالي ليس هناك ما في وسعنا لضمان توزيع تلك السعادة بما يتناسب مع الفضيلة وفقط إذا نظرنا من حولنا قد يبدو من المشكوك فيه جدا أن السعادة بالتالي يتم توزيعها علينا بشكل منضبط فعلا هنا سنجد إيمانويل كانت الذي أخرج في نقد العقل الخالص الله من الباب سيحاول إعادته بفضل هذه الحجة التي افترضها وقال حتى يكون هذا الأمر ممكن أي أنه مفهوم عن قضية السعادة والأخلاق الواجب لا من أن نتأمل على مدى طويل وهذا معناه أننا نحتاج أن نؤمن بوجود كينونة تستطيع تحقيق هذا الغرض الغرض السعادة يعني يقصد واضح أنه بالتالي أن هذه كينونة لا بد أن تكون خيرة وقوية بأعلى درجة ومسؤولة عن البنية السببية للعالم ولكي يكون هذا الخير الأعلى أو العبارة الأخرى للإله لكي يكون هذا الخير الأعلى ممكنا يجب أن يكون هذا الرب أو الإله الكلي موجودا ومن الممكن أن نكون ملزمين نحن كأفراد كبشر بتعزيز ذلك ولا يمكن أن نكون ملزمين حقا ما لم يكن ذلك ممكنا حقا المعنى أنه إذا ما نؤمن بوجود الله فنحن لا نكون لا يمكن أن نكون ملزمين فعلا ويترتب بعد ذلك وفقا لكانت أن الإله موجود أو يجب علينا أي كلمة يجب يجب بالعبارة الفلسفية الكانتية يجب علينا على الأقل أن نعتقد أنه كذلك لأننا ملزمون أن نسعى نحو الخير الأعلى وسوف نكون غير قادرين أن نسعى له أي الخير الأعلى ما لم نؤمن بأنه ممكن هنا يجد تسويق للموضوع يقول هنا قد نشعر بأننا ملزمين بالسعي نحو الخير الأعلى المشكلة هو أنه هنا نسعى على الخير الأعلى لكننا ما رح نكون قادرين للسعي لهذا الخير الأعلى بدون أن يتوفر لدينا إيمان بأن هذا السعي ممكن تحقيقه صياغة الأمر يقول بهذه الطريقة لا يثبت أن الإله موجود في الحقيقة قد لا يثبت لكنها ليست تيار قضية لكن هذه القضية الأساسية أنه سوف تجعل الإيمان بإله بشكل أخلاقي ضروري لنا شيء ما يقول بتعبيره يجب أن نؤمن به بشكل قوي بقدر ما نؤمن بالأخلاق في المقام الأول كما رأينا أن كانت كان يحاول أن يبرر وجود الله أو يجد له وسيلة تسمح لوجوده وأيضا لا يؤطي صورة سيئة عنه وسط البلد أو المجتمع الذي كان يعيش فيه هذه القضية كانت حساسة جدا وفعلا هي سببت له حراجات كثيرة خاصة بعد نشر كتابة نقد العقل الخالص فعاجلها بعد ذلك يعني بكتابة عن الدين بعد تقريبا عقد كامل من الزمن هذا المعالجة بررها بضرورة وجود الوازع الأخلاقي أو أخلاق الواجب هذا طرح حال فرضية لكنه بقي في الوقت نفسه مصر على أن فكرة وجود الله هي فكرة غير منطقية وغير عقلانية وأكثر من هذا أنه لا يمكن للإنسان أن يتصور وجود إله لأنها خارج نطاق قدراته عدنان إبراهيم الدكتور عدنان إبراهيم عنده رأي وستنظر بهذا الموضوع نسمعه وطبعا ويحاول كما راح يتعلق عليه بالنهاية خلين نسمعه نلهاء ودويلاني هو ماذا؟ سير الزمان مع أن الزمان ينخر عبارة ينخر ربابة الإنسان والإنسان المتزن من تمام كيف أدرك الإنسان وهو مادة على أساس مدهب الطبيعي الملائك والإنسان مادة من مادة والوعي عنده كل الإلقاء بيات المسمى بالروحية والجمالية والأخلاقية كلها مدوجات نجدية فقط فأقول ليه شبوح ما هو وشيء خارجي فوق قد يعرفي منه حرور جميل الآن نعطي مفقيل لكن سؤال لو كنا كذلك بالبعض أن وكيف لنا أن ندرك أننا كأنك مادية ومتزمن كيف تجاوزنا لتأثير الزمان بهذا المنعين الجواب ببساطة لأن فينا جذعا لأن فينا مكون وهو أهم مكون فينا فهذا متزمن ولا ينتمي لعالم سبيل هذا الجذع هو الذي أعطاك القدرة على الواعي لأنك ماذا؟ متزمن وأنك تدرك الأشياء الحاضعة لمقولة الزمان ومقولة المكان وبالتالي هذا الجذع نفحته فيه مروحي هو الذي يجعلك يا لايطان أن تتسأليه عن الله وأن تبحث عن الله وأن تضبط وجوده إذن لا يزالي الآن إثبات وجود الله كما رأينا عدنان إبراهيم يحاول أن يعيد الله من الشباك الذي أخرجه إيمانويل كانت أو من الباب الذي أخرجه فيه إيمانويل كانت واضطر بعد ذلك إلى عادته من الشباك بطريقة أخلاقية هذا يعني تلاعب واحتيال على الموضوع أنت تريد أن تحقق غرضك بإثبات وجود الله يقول عدنان بأنه أنت ما دام هناك مادة فكيف يمكن للإنسان أن يشعر بوجود المادة كيف وجد شيء غير متزمن داخل الإنسان واعتبر أنه كائن غير مادي صحيح لكنه في داخله أكو شيء غير مادي هو بطريقة أو بأخرى يحاول أن يستمد من الآية القرآنية الكريمة ونفخنا فيه من روحنا فهو يعتبر أن هذه الآية دقيقة 100% وهذا النفخ هو هذا الروح لا يمكن أن تكتشف فهذا مسألة إيمان ما لها علاقة لا بالعقل ولا بالمنطق ولا بالفكر ولا بالعلم أصلا ما يحتاج تناقش فيلسوب كبير مثل كانت عجزت منذ 250 عام عجزت كبار البشرية يعني عمالقة البشرية عن مناقشة فلسفته وما زالت لحد هذه اللحظة هي تتحدى الجميع بقوتها ورصانتها ودقتها فأنت بالتالي أنت طلعت ورجعت بالطريقة أخرى المهم أن تريد أن تحقق غرضك لكن الموضوع الفلسفة والعقل والفكر خلي على جنب ولا تدخل به وإلا فأنت تفضل يعني يا ريت تقدم برهانك على أن هناك شيء موجود داخل المادة وهناك شيء يعني كما بأبارته يقول هناك جزء غير متزمن فأين هو يلا يا ريت طلا أن هذا جزء غير متزمن وإلا هو تحجز قال هذا الموضوع إرادة دراسة ووضع وتقديمات وهذا تبرير يعني غير الصين ولا يليق بشخص مثل عدنان إبراهيم أن يطرحه أو يتحدث به عندك شيء قدمه لا تقول سأقدم هذا كلام يعني مثل أشوف واي ناساني عندي عشر كتب بانتظار الطباعة وأدي عشرين بحث فيه كذا ستصدر قريبا هذا كلام دعائز لا يليق بإنسان يتحدث به والآن ما هو حجم تأثير كانت على الفلسفة والفكر الغربي عموما والفكر البشري عموما الأثر اللي أحدثه كان كانت يعني بصرف نظر عن تأثير على الفلسفة والمفكرين يعني محددين أن كانت غير الإطار اللي كان البحث والاستقصاء الفلسفي يجريان وفقا له أحدث كانت تحول في النموذج الفكري ولم تظهر الفلسفة يعني بعد كانت لم تظهر كما كانت قبل دائما يعتبر كانت هو الحد الفاصل بين نطاقين فلسفيين هو أصبح أشي سوى قطيعة كاملة عن كل ما سبق هذا التحول ينطوي على ابتكارات متعددة ومرتبطة مع بعضها وهذه الابتكارات أصبحت ركائز أساسية في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والإنسانيات عموما لا ننسى أنه هو واحد من الذين أدعى إلى حكومة عالمية وأضيفت فكرة الهيئة الأمم المتحدة هي فكرة مستمدة من فكرة كانت أيضا هو ما الذي أحدثه بالضبط إيمانويل كانت أحدث كما بالتعبير العام السائد أنه أحدث ثورة كوبرنيكية كما نعرف أن كوبرنيكوس أحدث ثورة وغير تصور البشر القديم بأن الأرض كل شيء يدور حولها لا هو قرر بأنه أن الأرض هي ليست إلا جرم من الأجرام وهي تدور حول الشمس وليس العكس ما أحدثه كانت مشابه بالطريقة نفسها ولكن على مستوى العقل كان تصور الناس أننا نرى العالم كما هو لكن الحقيقة اللي أكدها إنما إن كانت بأننا نرى العالم كما نشاء أو يشاء دماغنا أو قوانا الخاصة فنحن لا نرى العالم بصورة الحقيقية إنما نراه بالصورة التي بالـ 12 المقولة التي تحدثت عنها من خلال هذه النظارات أو الـ 12 نظارة كما حتى للتشبيه أنه إحنا نولد ولدينا 12 نظارة فكل نظارة لا نستطيع أن نتخلى عن هذه النظارات لرؤية العالم واكتشاف العالم والوجود داخل العالم فبالتالي نحن لا نستطيع أن نفهم شيء بدون هذه الـ 12 ولا نستطيع أن نستوعب شيء أو نحتوي أي شيء أو نتعامل أو يعني كل شيء كل الأفعال الحيوية والذهنية متعلقة بهذه الـ 12 وهي التي نولد عليها منذ اللحظة الأولى لظهورنا في هذا العالم أيضا اختراع بشيء خطير جدا وما زال لحد الآن معمول به لكن عدانا نحن هنا هو اختراع الفلسفة النقدية قدم نقد العقل الخالص نقد العقل العام العملي هذا اختراع ميز تماما عن الآخرين يعني قدم كريتيك اللي كريتيك يعتبر الآن نحن لا نفهم كلمة النقد الأغلبية عندما تقول له نقد يعتبر كلمة سلبية لا بالعكس الكلمة نقد لها علاقة برؤية الأشياء ونقدها نقد علمي منطقي قائم على حجج وبراهين دقيقة وليس بهدف الإساءة يعني كلمة نقد لها معناها الفلسفي الفكري الذي ليس له علاقة بالقضايا المواضعات الاجتماعية وهي تعني القدرة على الاكتشاف والاستقراء الممنهج للقيود المفروضة على قدرتنا المعرفية وهذا يتم عبر طريق الاستدلال الفلسفي أيضا قدم فكرة الإلزام القطعي أو الضرورة الحتمية وهي قرار بأن الإنسان طبيعيا يملك القدرة على التوصل إلى المنطق السليم والتصرف وفقا له وهو مجبر على التوصل إلى ذلك المنطق والتصرف على أساسه ويحدث ذلك أيضا بشكل طبيعي إيجاده أيضا مبدأ أحكام الاحتمال أيضا مثل ما جاء فكرة المعروفة أحكام التجربة المحتملة وتعني أن الأشياء والمعرفة وأشكال الوعي تستكين إلى ظروف وأحكام مسبقة تجعل من تلك الأشياء والمعرفة والوعي قابلة للتحقق ووفقا لذلك ولكي نفهم تلك الأمور ونتعرف عليها علينا أولا فهم تلك الظروف والأحكام التي جعلتها متاحة أيضا قدم النظرية القائلة بأن التجربة الموضوعية شكلت أو بنيت بناء على وظيفة العقل البشري وعمله هواي أشرت لها قبل شوي فكرت أيضا القائلة بأن التحرر الأخلاقي أمر جوهري بالنسبة للبشرية أيضا أكد المبدأ الذي ينظر إلى الكائنات البشرية باعتبارها غايات لا وسائل طبعا كثير من دارس الفكرية أدرجة أفكار الفعليسوف من ضمنها المدرسة المثالية العلمانية الماركسية الوضعية الظاهراتية الفينومولوجيا الفينومولوجيا اللي أسسها أدمون هسرل وأيضا النظرية النقدية والوجودية والفلسفة اللغوية والبنيوية وما بعد البنيوية والتفكيكية طبعا لا كان نقد كثير كانت خلال حياته تجاه أفكاره ولكنه كان إلى تأثير كبير جدا على بقية الفلاسفة منهم راينهولد، فيشته، شيلين، هيكل، نوفاليس وخلق أيضا سوى مدرسة كاملة تسمى مدرسة المثالية الألمانية بما يتعلق بفكرة الله فقدم إضافة كبيرة جدا ما زالت ثابتة في كل مجال كما يبدو أنه كان من المؤمنين بالله لأنه يوكل الإيمان إلى الضمير ولا يعتمد فيه على البراهين العقلية التي تستمد من ظواهر الطبيعة فالعقل في مذهبه لا يعرف إلا الظواهر الطبيعية يعني الفينومينا أو الشيء الذي نستطيع أو الظاهرة التي نستطيع ناكتشافها بحواسنا ولا ينفذ بالتالي هذا العقل إلى حقائق الأشياء في ذواته النومينا هذا الفكرة الأساسية التي تاريخ الفلسفة كامل يقول لك هناك الجوهر والعرض فقال لا يوجد هذا الشيء وأنفى هذا الموضوع بعد ذلك إجا هوسرل قدم إضافة جديدة لأنه لا يوجد جوهر أصلا على كل حال هذا الموضوع نقشى فيما بعد عدة تساؤل أيضا أكوهدهم تساؤلات عبد الرحمن الفيلسوف الكبير عبد الرحمن بدأ وقال هذا هناك مبدأ متعالي على التجربة فقال أين نجد هذا الموضوع يعني عنده في مناقشة الموضوع كانت موضوع الله عند كانت قال أين نجد هذا المبدأ المتعالي المتعالي على التجربة هل نجده في الدين الأوامر إلهية وهي طبعا سلطة خارج على العقل قال لا نريد مبدأ آخر جديد يعلو على التجربة ويفوقها لكنه من جهة أخرى لا يخرج عن العقل ونطاق ذاتيته ووجد كانت هذا المبدأ وسماه الواجب هنا يشرح عبد الرحمن بدوي أنه هناك الشيء يعلو على التجربة لكنه أيضا لا يعلو على العقل ونطاق ذاتية هذا العقل فالمبدأ سماه مبدأ الواجب أو الواجب الأخلاقي كما معروف وهذا ذكره بنقد العقل العملي عن ضرورة الاعتقاد بالله وشرحت هذا الموضوع في بداية الحلقة أختم بكلمة لطيفة عن كانت كانت توفي بعمر الثمانين تقريبا عايش بطريقة منضبطة جدا حتى عندما يخرج الساعة بالأربعة يعرفون الساعة بالأربعة فيوقتون لأن الساعات كانت غالية في ذلك الزمن فما يوقتون ساعاتهم على خروج كانت من منزله الصغير وعندما يخرج معناته صارت الساعة بالأربعة ويقسون عن هذا الأساس يعني قبل ساعة طلع كانت أو بعد ساعة طلع كانت فكان من دليل على انضباطه العالي وأيضا محافظته على روتين صارم في حياته وبقاء في هذا المنزل منعزل عن جميع الناس وأيضا في لحظة من اللحظات من الطرائف أنه كانت أكو شجرة كانت ضايقة كبرت يعني من نافذة يعني سووا حملة المدينة حتى يخلونا مرتاح يعني لما شوية يأخذ جولة داخل بيته أو يرتاح يباوى ينظر من النافذة بحيث هاي الشجرة ما الضايقة فكانت الناس تعتز به إلى هذا الحد اللي يعني يعرفون وضعه ويتحاشون يعني التدخل به كل الناس كانت تخشى الحديث معه أثناء جولته المسائية خارج البيت يعني يتمشى ويطلع هو لم يتزوج تماما ويقال بأنه لم يعني فكر بتزواج من امرأة وبقاء ثلاث سنوات يفكر بعد ذلك قرر الزواج منها ووضع ما يقارب 320 نقطة لصالح الفكرة و310 نقطة ضد هاي الفكرة فعدما توصل إلى أنه يعني الأفضلية لفكرة الزواج ذهب إلى بيتها وطرق الباب ففتحت للباب واستقبلوا أطفالها وهي من الزوجة وسائل أطفال وهو كان يعني فرحان يريدي يعني يوصله لهالقرار يعني على كل حاله ما الزواج وكان رجل ضئيل الحجم قصير طولة تقريبا مترو نص يعني نحيف جدا صحتة كانت ليست بقوية وأيضا هو قال بأنه عمره طال فقط لأنه يعني اتبع روتيني يومي ثابت وكان يقال أيضا بأنه كان حتى لا يتنفس من أنفه فقط قدما يخرج في المساء للمشي لكي لا تدخل الجراثيم من فمه فكان يعتقد بأنه دخول الجراثيم من الفم هي سبب المشاكل والأمراض فكان يمتنع عن التنفس نهائيا من الفم أثناء جولته المسائية طبعا كان عكس التصورات كان اجتماعي جدا الرجل لكن وصل إلى حد يعني في نهاية حياته الآن بدأ ينأزل وفقد ذاكرته وحتى قدرته على العمل آخر أيامه وصار أعمى تماما تقريبا توفيه في سنة 1804 ومدينة كونغس بيرك اللي هي الآن يعني هي بألمانيا لكن الآن أعتقد تابع المنطقة بولندا شكرا جزيلا وآسفة على إيطالة وراح أقطع هذا الجزء الذي يعني الجزء الصامت اللي كنت يعني كنت غالق المايك وأنا أتحدث بدون ما أشعر مع السلام أتمنى مشاركة الفيديو وأسمع آراءكم وإذا تحبون أقدم شيء إذا أجابكم شيء عن يعني أسوي عرض شامل لفلسفة كانت أنا معي الدماني إذا شجعتوني على هذه الأمور لكنه يراد له جهد كبير وأني أتمنى ما حد يطلب مني هذا الطلب مع السلامة